أعلنت وزارة الصحة أن فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية تفقد مستشفى إتكو المركزي وأحالى المتغيبين عن العمل للشؤون القانونية يأتي ذلك في إطار استكمال المرحلة الثانية من المرور الميدانية على المنشأة الطبية في جميع محافظات الجمهورية حيث أوضحت وزارة الصحة أن فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية اتخذ إجراءات فورية بتوفير النواقص لوحدة المعدية في محافظة البحيرة ترجمة نانسي قنقر